بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم شاء الله طيبين اليوم انا عمل هذه شربة رائعة باردة شربة باردة منعشة ومغذية ولذيذة جدا مشهورة في تركيا هذه على طريقة جارتي المطاعم كل مطعم يعملها طريقة مختلفة وضقتها انا والله عن الناس مختلفين كل وحدة تعملها طريقتها هذه طريقة جارتي مرة لذيذة بالقمح الحب الهريس وحمص وفلفل احمر مجروش ونعناء يعني منعشة وجبة كاملة والله انا ستاكل فيها يومين لما انخلصت من الثلاجة قدمة هي لذيذة وخفيفة مقاديرها بعد بسيطة احين شوفها مع بعض هذا سميد حق البسبوسة لسميد وشعيرية ناعمة وضعيفة ونعناء عيابس وحمص مسلوق لو حق علب اذا من علب ما في مشكلة هذا هو القمح الهريس الغلة في ناس يسمونه ما عرف هذا بعد ما سلقناه ننققف الليل بماء مغلي نخلي يغلي ربع ساعة ثلساعة ونطفي النار ثاني يوم نسلقه نحط له زيادة موية ونسلقه لما يصير لين الحبة تمسكينها بين الاصباع يصير الذوب لينا بس مو مرة مهروسة وثوم مدقوق وملح وفلفل احمر مجروش هذا هي المقادير ما ننسى اهم شيء في الطبخة حقاتنا اللبن الزبادي هو الاساسي في الطبخة اليوغرت الروب هذا الثوم ندقه مع شوية ملح وهذه باقي المقادير ابغلكم تشوفونها مرة ثانية تذكرونها الحين اول خطوة ناخذ الاشعيرية والاسميد مع بعض نخلطهم في قدر ونحط لهم كوبين موية او كوبين ونصق ونخليهم على النار ربع ساعة ثلساعة لما الاشعيرية صير لينا وصير الخليط خفيف مثل اللبن نخليه على جنب حتى مو ضروري يبرد وهو حار نستخدمه بعدين نرجع الزبادي كله نحطه في وعاء عميق بس انتبهوا ما نحط له لا لبنة ولا طحينة هنا نبغاه خفيف مرة نخلط الزبادي نحط الثوم المدقوق مع شوية ملح نحط له الليمون طبعا الليمون معصور لا مهم انه يكون حامض كثيرا يعني في لساعة حموضة نحط الملح والفلفل الأحمر المجروش نحط النعناع اليابس النعناع يبغالها شوية ما يكون قليل عشان هو اللي يعطيها الطعم هذي الشوربا يعني بد نعناع اكتر شي لو في نعناع فرش بعد معاها ترى مرة احلى نخلطهم مع بعض حطينا الحموص الحين شايفين القمح نحطه اول حطيت الحموص الحين نحط القمح اللي هو حب الهريس مستوي ودايب بس مو هريس يعني انتبهوا مو هريس مرة متلصق لا حبب حبتها بس مرة متسوي ودايب نقلبهم لما يختلطون يتشرب من اللبن يتشرب من النعناع والملح بصراحة شوربة لذيذة جدا وصحية الحين هذا خليط السميد والشعيرية انقلبوا معاهم يعني هذي ترى وصفة جارتي وصفتها الخاصة بس الكل اللي حبها لما نروح لها نطلبها مخصوص منها واجبة بحد ذاتها كاملة للعاشة حتى للفطور والله حتى في الفطور فطور صحي منعش يعني انا نعمل منها كمية كبيرة لان بصراحة ما نشبع منها عدة واجبات ناكل منها جدا لذيذة هذا هي الحين لما تحسينها خفيفة الشوربة زيديها يا مو يم باردة يا لبن سايل انا حطيت لها لبن سايل بس ممكن تحطين لبا اموية امثلجة ويعطيها خفيفة تصير نزينها في زيت الزيتون والفلفل والنعناع اليابس لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب تابعوني دايما دايما في طبخات جديدة وطبخات صحية وطبخات لذيذة باذن الله دايما احنا مع بعض شايفين هنا غرفنا الناس ما شاء الله ما شبعوا منها الف عافية اشتركوا في القناة